تتواصل الجهود الدبلوماسية الهادفة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإطلاق صراح المحتجزين الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين في هذا الإطار تتواصل جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في منطقة الشرق الأوسط لبحث مقترح بشأن الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل يوصل وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين جولته في الشرق الأوسط سعيا للتوصل إلى هدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة التي تقترب من دخول شهرها الخامس وبعدما بدأ في السعودية جولته الخامسة في المنطقة منذ اندلاع الحرب يزور بلينكين القاهرة والدوحة على أن يتوجه بعد ذلك إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة ويناقش بلينكين خلال جولته الجديدة في المنطقة مقترح هدنة أعد خلال اجتماع في أواخر يناير الماضي في باريس بين رئيسي الاستخبارات الأمريكية المركزية وليام بيرنز ومسؤولين مصريين وإسرائيليين وقطريين ولم توافق عليه بعد إسرائيل أو حركة حماس مقترح الهدنة يشمل ثلاث مراحل وينص في المرحلة الأولى على هدنة تمتد لستة أسابيع تطلق خلالها إسرائيل سرح ما بين 200 إلى 300 أسير فلسطيني في مقابل الإفراج عن 35 إلى 40 محتجزا إسرائيليا في غزة على أن يتسنى دخول ما بين 200 إلى 300 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة حركة حماس من جانبها أعلنت أنها لم تتخذ أي قرار بشأن المقترح وهي تطالب بوقف إطلاق النار وليس هدنة جديدة فالمقابل تشدد إسرائيل على أنها لن توقف نهائيا حربها على غزة إلا بعد القضاء على حركة حماس وتحرير كل المحتجزين والحصول على ضمانات بشأن الأمن في أراضيها هذا ومن المتوقع أن يشدد بلينكين خلال زيارته لإسرائيل على ضرورة الاستجابة بشكل عاجل إلى الاحتياجات الإنسانية في القطاع المحاصر الذي يواجه أزمة إنسانية كبرى كما يركز التحرك الدبلوماسي أيضا على منع توسع التصعيد في المنطقة مع ازدياد الهجمات التي تشنها مجموعات في العراق وقوات الحوثي في اليمن ضد الولايات المتحدة والأهداف الغربية ما دفع الولايات المتحدة لتنفيذ ضربات مضادة ترجمة نانسي قنقر